ينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا نزار البقداوي نزار أهلا بك هذه التصريحات المصرية السودانية ما الذي تعنيه من رفض القاطع لإعلان إثيوبيا مرحلة المد الثاني لملء سد النهضة في الوقت الذي يتم الحديث فيه نزار في الخرطوم تحديدا عن خيارات استعدادات خيارات مفتوحة كثيرا ما يتم طرحها ما هي الخيارات في هذا الوقت الذي يتم الحديث الآن من خلال هذه التصريحات أيضا نعم نحن الآن في مرحلة الضغط السياسي الذي بدأته الخرطوم والقاهرة على نحو مشترك من المفترض أن يكون قد وصل إلى نيويورك وزير الري والموارد المائية السودان ياسر عباس لينضم إلى وزيرة الخارجية مريم الصادقة المهدي ليبدأ سويا لقاءات مشتركة من المتوقع أن تبدأ اليوم مع رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن فرنسا أيضا هناك لقاءات مع المجموعة العربية والإفريقية هذا الخطاب المشترك للسودان ومصر يأتي في ظل ضغوطات سياسية بدأتها الخرطوم والقاهرة سويا وهي الآن رسائل واضحة إلى مجلس الأمن قبيل انعقاد هذه الجلسة يوم الخميس المقبل بأن السودان ومصر يريد بصورة واضحة أن يمارس مجلس الأمن الدولي ضغوطا حقيقية على أثيوبيا من أجل أن لا تمارس أي تصرف أحادي بملء صد النهضة وتشغيل صد النهضة على نحو أحادي دون أي اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث أيضا هناك نقطة جوهرية ومهمة يتحسب لها السودان وتتحسب لها جمهورية مصر أيضا هم يتوقعون بصورة واضحة بأن مجلس الأمن عندما يجتمع يوم الخميس المقبل سيتحدث عن مفاوضات مقبلة تضم السودان ومصر وأثيوبيا لكن يبدو أن الخرطوم استبقت هذه الرؤية لمجلس الأمن وقالت بصورة واضحة بأنها لن تقبل أي منهجية تفاوضية سابقة لمسألة الصد النهضة من واقع أن نسبة ما تم التوافق عليه قبل أن يقول هذا الملف للاتحاد الأفريقي كانت أكثر من 90% من النقاط تم التوافق عليها وبعد أن فقد الاتحاد الأفريقي سيطرته على هذا الملف زادت نسبة القضايا المختلف حولها لذلك إذا ما أراد مجلس الأمن أن يحتكم إلى مرجعية وإلى تفاوض بعد أن يختم هذه الجلسة يريد السودان أن يقول بأن منهجية التفاوض يجب أن تتغير ويجب أن تكون هناك رؤية واضحة لمسألة ملء وتشغيل صد النهضة ويجب أن لا ندور في صورة مفرغة وحلقة مفرغة وتأتي أثيوبيا من ناحية أخرى وتتحدد عن نقطة تقاسم المياه لذلك الآن هذا البيان وهذه الرؤية المشتركة للقاهرة وللخرطوم تريد أن تمارس مزيد من الضغط السياسي والضغط الدبلوماسي في ظل خيارات الآن بدأت تتحدد عنها الخرطوم علمنا من مصادر خاصة تفضل تفضل أكمل قانونية يرى السودان أن هذا الملف سيدفع به في لحظة محددة وفي لحظة مناسبة وهو أحد الكروت التي يبدو أن الخرطوم تحتفظ بها إذا ما تعقدت الأمور أكثر مما هو عليه لكن هناك توقعات بأن هذه الجلسة يمكن أن تساعد على خلق أرضية مشتركة يتمنى السودان تتمنى مصر أن تستوعب أثيوبيا كل هذه المخاوف طيب نزار بعيدا عن موضوع التمنيات والأمنيات وذكرت بأن هناك أوراق تملك الخرطوم ستحاول تقديمها هذا سياسيا وأيضا على الواقع في الداخل السوداني كيف ينظر لهذه الجلسة وتعلم سابقا بأن هناك جلسة وتم إحالة هذا الملف إلى طاولة الاتحاد الأفريقي هل هناك من مستوى لتوقعات في الخرطوم من خلال هذه الجلسة بأن تثمر بشيء ما نعم الخرطوم حسب البيانات وحسب القراءات وحسب المشاهدات القبلية لهذه الجلسة الطارئة لمجلس الأمن هي لا تتوقع أكثر من أن يقوم مجلس الأمن بدعوة كل من السودان ومصر وأثيوبيا لجلسة تشاركية للاستماع إلى وجهات النظر الاستماع إلى الرؤى المختلفة ومن ثم يطرح مجلس الأمن رؤيته بشأن حل هذه المعضلة المستفهلة كل ما يتوقع هنا في الداخل السوداني بأن مجلس الأمن ربما يزيد من ضغوطاته على أثيوبيا لكن كل ما يمكن أن يقال بشأن التوقعات بأن السودان لن يفتح الباب واسعا أمام أمنياته وأمام توقعاته بطبيعة الحال الآن مسألة الملء أحمد هي مسألة وقت ليس إلا الآن بعد أقل من أسبوعين ستدخل مباشرة أثيوبيا مرحلة الملء الثاني ولذلك الخيارات القانونية وضغوطات المجلس الأمن الدولي على أثيوبيا يبدو أنها لن تنجح خلال الفترة القليلة المتبقية ولكن ما يؤمل وما يرجى هو أن تكون هناك رؤية مستقبلية لكيفية إدارة هذه الأزمة من قبل رؤية دولية قانونية تطرح عبر مجلس الأمن وتستوعب على الأقل من أثيوبيا ومصر والسودان ويبدو أن هناك أيضا نزار خيارات مطروحة حتى في حال حدوث الأسوأ لدى الخرطوم ومصر سنتابع معك لاحقا طبعا في نشراتنا وبرمجنا من الخرطوم مراسلنا نزار البقداوي شكرا جزيلا لك نزار